زعرور الكالينة والليمون والزنجبيل والعسل يقول البائعون إن الإقبال على شرائها ازداد في الأوينة الأخيرة لكي لا تمرض عليك بالعسل ولن تذهب بعدها إلى الصيدلية أشرب الشاي بالليمون طوال الوقت أنا وأولادي شريحة تكفي زعرور الأفليبيخة أفضل من الليمون وأي دواء آخر لا يمكن الأطباء الخصائص المفيدة لهذه العناصر الطبيعية لكنهم يؤكدون أن الإنفلونزا أخطر من التعامل معها بهذه البساطة كما هو الحال مع بيروس كورونا يعتبر التطعيم وسيلة فعالة للوقاية من الإنفلونزا وحتى لو وقعت الإصابة فإنها بعد التطعيم تكون أسهل ودون مضاعفة خطيرة ننصح بالتطعيم مع بداية موسم الوباء أي في سبتمبر كما يمكن القيام بذلك لاحقا في أكتوبر أو نوفمبر لكن كلما كان اللقاح مبكرا كانت النتيجة أفضل وهذا لا يعني استبعاد التطعيم في أوقات تالية وعموما فإن فعالية اللقاح لا تظهر إلا بعد أسبوعين من تلقيه يؤكد الخبراء أن لقاح الفيروس التاجي لا يقي من الإنفلونزا والعكس صحيح إذا تم تطعيمك ضد كوفيد يجب أن تنتظر لأسبوعين على الأقل من أجل الحصول على لقاح الإنفلونزا والعكس أيضا صحيح أطلب المساعدات الطبية في اليوم الأول عند ملاحظة الأعراض يقول الأطباء إنه من المستحيل التفريق الذاتي بين الإنفلونزا وكورونا والرشح ارتداء الكمامات والوقاية تقي من جميع الفيروسات نشهد ازدياد الإصابات بالقريب وكوفيد بشكل متسارع على لاج ذاتي لا يكفي والتشخيص الدقيق في الوقت المناسب مع حصول رعاية طبية مناسبة قد تنقذ الأرواح وتوفر الوقت والجهد ترجمة نانسي قنقر